تواصل روسيا من عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتكثف من هجومها يوما بعد يوما من هنا جاءت التوجيهة الرئاسية الحاسمة منذ بدء الأزمة ليتم التعامل مع تداعياتها التي طالت العالم أجمع حيث تم اتخذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطني وعلى الاقتصاد المزيد من التفاصيل مع الرغضة أبو ليلا نتابع أهلا بكم منذ بدء الأزمة الأوكرانية كانت التوجيهات الرئاسية حاسمة وحازمة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على بلدان العالم واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد شهادة حقيقية بأن الدولة لن تنسى أبناءها في الخارج فمنذ بدء العملية العسكرية وفرار الآلاف اللاجئين قامت السفارات المصرية في الدول المجارة لأوكرانيا بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة وقامت بنقلهم إلى أرض الوطن وفي إطار متابعة مصر باهتمام بالغ لتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي توليها الدولة لسلامة أمن المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلاله عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين وتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وحول الموقف المصري من الأزمة الأوكرانية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعد الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف ووسط أزمتي التراب سلاسل إمداد الغداء جراء الأزمة الأوكرانية ضعفت مصر جهودها من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وقررت وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية من بينها العدس والمكارونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمتشوش وذلك لمدة ثلاثة أشهر مع وقف تصدير الزيود بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة ثلاثة أشهر أيضا وبشأن جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم كما أصدرت الحكومة قرارا بمنع التعامل مع الأقمح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين وتنويع مصادر الواردات للقمح وفي إطار تبني سياسات فعالة لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار تم تقديم موعد معارض أهلا رمضان لترحي كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30% فضلا عن بلوغي إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيات 6740 منفدا في كافة أنحاء الجمهورية واستكمالا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة فقد تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك تطوير 61 مجمعا استهلاكيا إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60% ولإتاحة تقييم تطورات أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات أقد الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية برياسة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الذي أكد صدور توجيهات الوزارة المالية الاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج من أزمة كورونا إلى أزمة إطراب سلاسل إمداد الغداء العالمية إلى الأزمة الأوكرانية أثبت الاقتصاد المصري قدرته ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية